مرحباً بكم سيدة لوسادتي في حلقة جديدة من حلقات ذهنك المخادع روبي صوتك راح الحين موجود نعم لأنك كان أعتقد اليوتيوب مشاكل عندي موجود الحين صوت موجود نعم ما أدري قاعد يعمل صدى موجود موجود النقدي واليوم راح يكون تقريباً آخر فصل فيه الذي يتكلم فيه المؤلف عن أو يعمل راقب المؤلف للحلقات السابقة ويزيد عليها وهو الفصل السادس بعنوان واقعنا المشيد في هذا الفصل يحاول المؤلف أن يتمم ما ذكره بالحلقات الماضية بما يخص كيفية عمل الدماغ ليدخل في فصول جديدة من رسم الطريق المؤدي إلى اكتساب المهارات اللازمة للتبكير النقدي فيقول هدفي من الجزء الأول من الكورس هو جعلكم تجكون إلى أي مدى ممكن أن يكون ما نتصوره كأمور واقعية ما هي إلا أوهام مشيدة من طبل أدمغتنا وبالمحاضرات السابقة رأينا كيف أنه ليس فقط تصوراتنا مفلترة وبصورة كبيرة لكنها أيضاً مشيدة أو مختلقة وأن ذاكرتنا ليست فقط مشيدة بل حتى يعاد تشييدها بكل مرة نستعيد فيها ذكريات معينة فنضيف أو نحذف منها أو نبدلها بالكامل وكيف تعمل أدمغتنا على تخصيص أنماط أو أشكال لما نتصوره وتعطي معنى وحياة لهذه الأنماط لكن كل ذلك لا يقف عند هذا الحد بل يزيد وبهذا الفصل سوف يقوم المؤلف باختتام ما تبقى من غرائب وعجائب الدماغ فيبدأ بشرح كيف يكون الأحساس بالنفس وما نتصوره بكونه واقع هو أيضاً وهم مشيد من طبل أدمغتنا ربما أكثر الأوهام المستمرة معنا كبشر هي اعتقادنا بأن وعينا هو شيء واحد بداخلنا يعني شيء قائم بذاته بداخلنا لكن بالحقيقة فالوعي يمكن تشبيهه بفريق أو لجنة صاخبة مكونة من أعضاء صغار يقطنون في مناطق مختلفة بالدماغ ويتحدثون مع بعضهم البعض طوال الوقت والمجموعة التي يشكلها هؤلاء جميعاً هو الذي يعطينا هذا الوهم عن الوعي الذي نحن ندركه وكأنه الذات أو النفس أو من أكون وفي نظرة عميقة لما يحدث داخل الدماغ سنرى أنه توجد بين أعضاء هذه اللجنة نزاعات دائمة ظاهرة في مناطق الدماغ المختلفة بينما تقوم كل منطقة منها بالاستجابة لغرضها أو بالقيام بوظيفتها فعلى سبيل المثال في القشرة الدماغية الحديثة الموجودة في المنطقة منطقة الجزء الأمامي من أدمغتنا والتي تسمى بالفصل الجبهي تقوم بالمهامة التنفيذية لكونها هي الجزء الأحدث والأكثر تطوراً في الدماغ وهذه الوظائف تشمل التقيد بالتصرفات أو الآداب الاجتماعية العامة والتخطيط على المدى البعيد وكبت أو ضبط النفس بينما الأجزاء الأخرى في أدمغتنا تكون أكثر بدائية وما هي إلا مقاعد للعواطف والغرائز ومشاعر الخوف والجوع التي يحاول الفصل الجبهي السيطرة عليها ولكن عوضاً عن القيام بوظيفته فغالباً ما يقوم هذا الفصل الجبهي بتبرير أو إضفاء المنطق على القرارات التي تمليها عليها المناطق الأكثر بدائية عندما تفشل بكهب جماعها فعلى سبيل المثال لنقول أنك اشتهيت أن تأكل البسبوسة هنا سيبدأ الجدال التالي بين هذه المناطق فالمنطقة الأكثر بدائية في دماغك ستحفزك بمشاعر الجوع وتقول لك البسبوسة طعمها لذيذ والسكريات ستشعرني بالراحة عندما آكلها وأنا أخترت طبعاً البسبوسة هنا لأنها أكلة رمضانية وهي ليست موجودة بالكتاب بالطبع لكن الفصل الجبهي سيقول تمهل قليلاً البسبوسة مليئة بالدهون والطاقات الحرارية الكالوري الزائدة التي أنا بغنى عنها وهي ضارة بصحتي ومظهري على المدى البعيد وعلى هذا الأساس يزيد النزاع بين مد وجزر من قبل المناطق المختلفة من الدماغ إلى أن يصل القص الجبهي لقرار الفض بين هذه النزاعات بطريقتين أما أن تقوم القشرة الدماغية الجبهية بمنعك من أكل البسبوسة أو أن تقوم بتبرير قرار أكل البسبوسة والذي فرضته عليك الأجزاء الأكثر بدائية وهذه التبريرات تكون بالعادة من مثل سأبدل جهداً مضاعفاً غداً بالنادي لأفقد الكالوريات الزائدة أو لم أكل كثيراً اليوم وهذه القطعة لن تكون نهاية العالم بل سأعوض عن ذلك بطريقة ما أو لقد قضيت ساعة كاملة من الرياضة المضنية بالنادي وأستحق الثواب وبهذه الطريقة يتم فض النزاع وعندما يتم ذلك سيقوم دماغنا بتزويدنا بجرعة من الدوبامين والذي هو الناقل العصبي للثواب وهذا سيجعلنا نشعر بالسرور لأننا حلينا هذا النزاع لكن كيف نعرف كل ذلك؟ مع تقدم العلوم التكنولوجية صار اليوم بإمكاننا عمل الاختبارات العملية بالمختبرات لمعرفة كل ما نحتاج من وظائف الدمار وأهم جئة هذين من التي يستخدمها علماء تشريح الأحصاب هما functional MRI scan أي جهاز مسح الـ MRI الوظيفي وهذا الجهاز يستخدم آلية التصوير بالرنين المغناطيسي أو magnetic resonance imager ليس فقط لكي ننظر إلى الدماغ ولكن أيضا لنعرف كيف يقوم الدماغ بوظائفه المختلفة في الوقت الحقيقي لقيامه بهذه الوظائف يعني في نفس الوقت ممكن يصور كيف يعمل الدماغ بأنه يعمل يفتح ليت مثلا أو أماكن معينة من الدماغ تعمل عليها ضوء وهكذا والجهاز الآخر هو transcranial magnetic stimulation أو جهاز التنشيط المغناطيسي عبر الجمجمة وهو عبارة عن تقنية تعمل على زيادة أو نقصان الدوائر الكهربية في داخل الدماغ وهذه العملية تمكننا من معرفة ماذا تساهم به هذه المناطق من نشاط لكي يقوم الدماغ بوظيفته بصورة متكاملة فضمنيا ما لاحظه علماء علم الأعصاب والتشريح الدماغي هو أن هناك ترابط من الناحية التشريحية للأعصاب لبعض النظريات التي كان ينادي بها علماء النفس منذ عقود لكن لم يكونوا قد طوروا الأدلة العملية لها أو عليها لكننا نستطيع اليوم ومن خلال هذه الأجهزة أن نرى نزاعات الجهاز المختلفة بالدماغ ونستطيع أن نرى كيف يتم فض النزاعات التي نجربها على الأدمغة وماذا يحصل لأمور من مثل اتخاذ القرارات أو عند عمل التبريرات وبمعنى آخر مع هذه الأجهزة تبدو قراراتنا وكأن لها وعيها الذاتي ومع أننا في العادة نشعر بأننا نقوم باتخاذ القرارات بصورة واعية لكن أغلب قراراتنا هي بالحقيقة كان قد تم اتخاذها سابقاً في اللاوعي بواسطة حسابات تفاضلية وتكاملية في بيولوجي الأعصاب التي نحن لسنا مدركين أو شاعرين بها هناك دراسة قامت بنشرها مجلة نيتشر في عام 2008 تم بها استخدام ماسح الـ MRI لمشاهدة نشاطات الدماغ عندما كان المعنيون بالتجربة يقومون باتخاذ بعض القرارات وكانت النتيجة هي أن القرارات غالباً ما تكون معلومة مسبقاً في الدماغ قبل عشر ثواني من وعي الشخص بأنه حتى قام باتخاذ هذا القرار وفي 60% تقريباً من الأحيان استطاع الباحثون أن يذكروا ما هي القرارات التي سيتخذها الخاضعين للتجربة احتماداً على النمط بالنشاط الدماغي الذي كان يضيء بأجزاء مختلفة من الدماغ وصحيح أن النتيجة لم تكن مئة في المئة لسبب أو لآخر لكن هذه النسبة كانت كافية لإعطاءنا مؤشر بأن هناك عمليات تجربة لاوعي وتقودنا عملياً لاتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان قد تقوم هي بوظيفة اختيار القرار لنا حتى قبل أن نعي نحن بذلك الحدث هو نوع آخر من العمليات التي يقوم بها اللاوعي وطبعاً ليس المقصود بالحدث هنا السحر أو معرفة الغيب بل هو فقط الإحساس بالقرارات التي تخطر على بالنا وبصورة مفاجئة على سبيل المثال إحساساتنا العاطفية وفهمنا للدلالات الاجتماعية ومراقبة شؤوننا الداخلية هذه كلها وبصورة كبيرة عمليات أفواً تتم باللاوعي وخصوصاً بما يخص فهم الدلالات الاجتماعية فنحن نستجيب للغة البدن وتعبير الوجه والأمور الأخرى بصورة لاوعية نحن نعلم مثلاً أن لدينا أحساس معين تجاه شخصاً ما أو حدثاً ما بدون أن نكون قد حللنا الوضع لنعرف لماذا نحن نشعر بهذا الشعور تجاه هذا الشخص العواطف هي أمور لا إرادية باللاوعي نحن مثلاً لا نختار أن نغضب نحن فقط نشعر بالغضب ثم بعد ذلك نخترع سبب لتفسير شعورنا المعين تجاه الشيء مع درجات متفاوتة من البصيرة والتبرير والتكتاثير التي نخترعها بالعادة لا تكون خالية من الأنانية فنحن مرنين جداً مع أنفسنا عندما نريد أن نبرر الأمور لكن هذه العمليات التي تتم باللاوعي لا تقف عند حدود العواطف بل تذهب لأبعث من ذلك بكثير تذهب إلى أنواع أخرى من العمليات من مثل البحث عن ذاكرة معينة أو حتى حل إشكالية معينة فعلى سبيل المثال هل جربت أن تبحث عن شيء ما لنقل مفاتيح سيارتك ولفترة طويلة دون أي جدوة ومن ثم بعد أن تيأس وتتوقف عن البحث أو حتى تتوقف عن التركيز عن الموضوع فجأة يخطر على بالك أنك لم تفتش جيب معتبك والذي بأغلب الأحيان يكون المفتاح فيه هذا يحدث لأن دماغك لم يتوقف عن البحث في الذاكرة عن مكان المفاتيح حتى وإن كنت لا تعي أنك تفعل ذلك ومن ثم عندما يتم العثور عن النمط وعمل التطابق باللاوعي تقفز هذه المعلومة في وعيك وإدراكك من الجدير بالذكر أنه ظهرت مؤخراً نظرية حديثة نسبياً بعلم النفس تقوم بتفسير كيفية عمل الدماغ بما يخص الوعي تسمى The Global Workspace أو مقر العمل الشامل هذه النظرية تشبه المناطق الدماغية بلجان عمل يكون لكل منطقة دماغية لجانها المختلفة أو وعيها المنفصل عن بقية اللجان الأخرى بالمناطق الباقية والقرارات النهائية لنا كما تدعي هذه النظرية ما هي إلا نتاج عمل جميع التقارير أو جمع جميع التقارير التي تقدمها هذه اللجان لشبكة مركزية موزعة على نطاق واسع من الدماغ تسمى المساحة الشاملة أي أنه إنجاز التعبير عن وجود مقعد أو مكان للوعي فهو سيكون بهذه المساحة التي تعتبر الممر المشترك لكل القرارات في منطقة مركزية وأعتقد ذكرها العزيز قيصر في الحلقة الماضية لكن الأدلة الأحدث في التشريح العصبي هذا الحلو في التشريح العصبي هنا أنك أنت تقارن بين ما كان يقوله علماء النفس وماذا يتم بين علماء نيورو ساينس اللي هما التشريح العصبي الأدلة الأحدث في التشريح العصبي بيّنت قصور هذه النظرية وبينت الأبحاث الكثيرة على أنه على الرغم من وجود لجان أو مناطق بالدماغ لها وظائف محددة لكن هذه اللجان لا تتبع رئيس أو مكان مركزي محدد يقومون بتقديم تقاريرهم له بل هي لجان تعمل بصورة منفصلة وتخاطب بعضها البعض وعليه فالوعي والقرارات النهائية ما هو إلا المحصلة النهائية للتصرفات الناتجة لجميع الأعضاء الصغيرة في هذه اللجان وبمعنى آخر كل لجنة لها وعيها الخاص بها وهذا مثبت بالأبحاث العديدة والتي لا زالت قائمة فمثلاً ممكن أن يكون لدينا وعي بالتصورات البصرية دون أن تكون القشرة البصرية بالدماغ تقوم بتقديم هذه المعلومات عنها لأي جزء آخر من الدماغ أي أن القشرة البصرية تبدو وكأنها واعية لما تقصر بصورة منفردة عن بقية مناطق الدماغ وكذلك بيّنت الأبحاث أنه من الممكن أن تتبدل قراراتنا بتبدل ما يحصل في المناطق المختلفة من الدماغ هذا جداً مهم ويجيب على الكثير من أسئلتنا من التي سننظر إليها لاحقاً لاحظوا من الممكن أن تتبدل قراراتنا بتبدل ما يحصل في المناطق المختلفة من الدماغ وممكن تشبيه ذلك بإخراج أحد أعضاء اللجان من النقاش بين هذه اللجان فيصبح القرار النهائي الناتج أو الوعي الكلي قاصراً أو مختلفاً لأنه افتقد مدخلات هذا العضو الغائب والأمثل على ذلك لا تعد ولا تحصى ففي بعض الأبحاث يقوم الباحثون بإعاقة وصلة الصدقية الدماغية اليمنى أو ما يسمى the right temporal parietal junction باستخدام transcranial magnetic stimulation أو جهاز التنشيط الدماغي عبر الجمجمة لكي يروا كيف ممكن أن يؤثر ذلك على قرارات الشخص هذا الجزء أو الوصلة الصدقية الدماغية اليمنى له علاقة بما يسميه علماء التشريح العصبي بنظرية الذهن أو the mind theory ووظيفته هو مدنا بالقدرة على استنباط نية الآخرين بمعنى آخر هذا الجزء من الدماغ يعطينا البصيرة أو الإدراك بأن الآخرون لهم أفكارهم الخاصة بهم ولهم الخيارات الخاصة بهم والأيجنسي الخاصة بهم وعلى هذا الأساس نستطيع التكاهن بنيتهم أو بنية الآخرين وهذه القدرة على التكاهن هي أمر تطوري تكيفي بكل الكائنات الاجتماعية عموما عندما يتم إعاقة هذا الجزء من الدماغ فهذا يبدل قدرة الشخص على إصدار الأحكام الأخلاقية بصورة عامة وبتلك الأحكام الأخلاقية التي تحتاج لنظرية الذهن في حساباتها بصورة خاصة فعلى سبيل المثال إن كان التكاهن بنية الشخص أمر مهم في أخذ القرار النهائي في كونه مدان مثلاً أو لا لنقل في جريمة ما نريد أن نعرف إن كان المتهم قد قام بها مع سبق الإصرار والترصد أو أنه كان مجرد حادث فالقدرة على إصدار الحكم الأخلاقي بهذه الحالة تتلاشى لدينا عندما نقوم مغناطيسياً بإعاقة وظيفة هذا الجزء من الدماغ ومثال آخر على فردية عمل أجزاء الدماغ نجده في الإحساس بالرغبة أو بإجتهاء الشيء فاللحاء المعزول أو ما يسمى بالإنسولار كورتكس في الدماغ يكون بالعادة مسؤولاً عن ترجمة الأحاسيس الفيزيائية إلى عواطف فعلى سبيل المثال يفسر دقات القلب السريعة بأنه بسبب الشعور بالقلق كما يفسر حرماننا من الشيء هو سبب اجتهاءنا له والدراسات البحذية بيّنت أن المرضى المصابين بتلف اللحاء المعزول يفقدون هذه الرغبة أو الشهوة العاطفية للشيء الذي انحرموا منه وفي الكثير من هذه الحالات وجد المرضى الذين كانوا مدخنين شرهين لمدة طويلة من الذين حاولوا مراراً أن يقلعوا عن التدخين وباءت كل محاولاتهم بالفشل وجد هؤلاء أنهم بعد إصابتهم بالجلطة في اللحاء المعزول بالدماغ أنهم استطاعوا وبكل سهولة التوقف عن التدخين لأنهم عندما تلفت عندهم هذا الجزء من الدماغ فهم فقدوا كل رغبة بالتدخين وتجربة الدماغ المشطور هو مثال آخر على تفرد لجان الدماغ بامتلاك الوعي الخاص بهم وهذه التجربة الكلاسيكية من تجارب التشريح العصبي التي تبين لنا وبصورة جيدة الطريقة التي تقوم بها المناطق المختلفة من الدماغ بالمساهمة وبصورة انفرادية في بناء وعينا بالأشياء أول من قام بعمل هذه التجربة أي الدماغ المشطور كان روجر سفيري ورونالد مايرز بالأعوام الأخيرة من خمسينيات القرن الماضي وتم طبعا إعادتها من قبل الكثير من الباحثين اللاحبين هذه التجربة تتم فقط على المرضى الذين كان قد تم الفصل بين فصي الدماغ الأيمن والأيسر لديهم بواسطة عملية جراحية والأطباء عادة يفعلون ذلك لكي يعالجوا مرض الصرع فالفصل يمنع انتشار النوبات التشنجية من أحد أجزاء الدماغ إلى الأجزاء الأخرى فتقل عدد مرات التشنجات وشدتها وطبعا عندما يتم الفصل بين الفصلين يتوقف 90% من الاتصالات بين نصفي الدماغ وهذا يعطي الباحثين بالتشريح الأصبي الفرصة الذهبية لاختبار كل نصف بصورة منفردة عن الأخرى أو بمعنى آخر هذا يسمح لهم بدراسة الوعي الخاص بأحد النصفين بمعزل أن الوعي للنصف الآخر في هذه التجربة يقوم الباحثون بعرض صورة للنصف الأيمن للمرضى الذين تم الفصل بين نصفي أدمغتهم وجديرهم بالذكر أن الفصل الأيمن لأغلب الناس يكون هو الجزء المتحكم وليس له علاقة باللغات أو بمعنى آخر الفصل الأيمن يكون أبكم لا قدرة له على الكلام أما الفصل الأيسر فهو مركز اللغة عموما في هذه التجارب عرضوا على الفصل الأيمن للمريض زجاجة كوكوكولا وبعد ذلك مباشرة عرضوا عليه سلسلة مكونة من عشرين شيء آخر كان أحدها زجاجة الكوكوكولا وطلبوا من المريض اختيار أحدها فقام المريض باختيار الكوكوكولا وبعد ذلك قام الباحثون بسؤال المريض لماذا اخترت زجاجة الكوكوكولا؟ وهذا السؤال كان بالحقيقة سؤالا ملغوما لأنه موجه للفصل الأيسر للمريض والذي هو المعني بالكلام ليجيب عن أسباب اختيار الفصل الأيمن لزجاجة الكوكوكولا بالطبع الفصل الأيسر لا يعلم السبب وذلك لأنه لم يشترك أساسا بعمل القرار ولم يرى زجاجة الكوكوكولا من قبل لكنه مع ذلك قام باختراع السبب ليقول جمل من مثل كنت عطشانا هذا ولن يقول أي من من تمت التجارب عليهم جمل من مثل أنا فعلت أشياء غريبة في مختبرك وأنت تجرب الأشياء علي ولا أعلم لماذا أقرر ما أقرر فقط قمت بذلك لأنه بدأ لي وكأنه الاختيار الأفضل لن يقولوا ذلك أبداً بل سيقومون باختراع الأسباب التي يعتقدونها هي السبب من وراء اختياراتهم بينما نحن نعلم بالتجربة أنها لم تكن كذلك بل نحن من فرض عليهم هذا الاختيار عندما عرضنا على الفصل أيمن لأدمغته بل أن هناك دلاء الأكثر بكثير من واقعنا اليومي مما يؤكد لنا بأن واقعنا مشيد لأبعد مما نستقيه من التجارب الكلاسيكية لمرضى شطر الدماغ فنحن نعتبر كل شيء بالوجود من المسلمات بينما هي مباني مشيدة من قبل أدمغتنا فلنأخذ على سبيل المثال إحساسنا بأننا منفصلون عن العالم من حولنا وهذا الإحساس يكون المسؤول عنه الفصل الجبهي أو نشعر بالخصوصية بمعنى آخر وهذا الإحساس يكون المسؤول عنه الفصل الجبهي الذي يعطينا الإحساس بالكينونة الذاتية والانفصال عن كل شيء آخر حولنا بل أننا نعتبر أنفسنا كائنات قائمة بذاتها هو أمر مفروغ منه لكن الأطفال على حد علمنا وبسبب عدم تطور الفصل الجبهي لديهم لا يعرفون أين ينتهون وأين يبدأ العالم أي أنهم يعتقدون أنهم والعالم جزء لا يتجزأ وتوجد بعض وطبعا الكثير من من يذكرون أن الأطفال يشعرون بهذه الخصوصية هم لا يشعرون بالواقع في هذه الخصوصية بل يتطور لديهم لأن حتى الفصل الجبهي لم يتطور بعد لديهم إلا بعد فترة وهو يحيز التطور وتوجد بعض العقاقير التي بإمكانها أن توقف عمل الفصل الجبهي فيتصرف من يتعاطى هذه العقاقير بأنه توحد مع العالم حوله وصار جزء لا متناهي مع الكون ونفس الشيء يحدث مع التجارب الروحانية العميقة أو ما نسميه بالمديتيشن والتي يقوم بها من يجيد الممارسة بتعطيل هذا الجزء من الدماغ فيشعر الشخص وكأنه والكون جزء لا يتجزأ أو يشعر وكأنه يحلق بالفضاء مثلاً مع أنه لم يترك مقعده وهذه كل من عمل المديتيشن وأنا من الأشخاص اللي كنت عمل المديتيشن بالضبط شعرت بذلك نحن أيضاً لدينا الأحساس الوهمي بكوننا داخل أجسادنا أو أننا قاطنين بداخل أجسادنا كما هي الثنائية ديكارت وبالأخص بمكان ما خلف العين يعني مثل أيضاً ما يقوله المؤمنون بأن هناك روح وجسد هذا الإحساس موجود لدينا وهذا أيضاً ما هو إلا تجربة مشيدة من داخل الدماغ وليس لها مكان بالواقع فلأن الباحثين استطاعوا أن يطوروا نماذج يستطوعون من خلالها معرفة أي جزء من الدماغ يقوم بالمساهمة بهذه العملية هذه الأجزاء من الدماغ ممكن أيضاً أن يتم توقيف وظائفها باستخدام العقاقير أو باستخدام جهاز التنشيط المغناطيسي عبر الجمجمة أو بمنع الأكسجين عن الدماغ لفترة ما ما نجده هو أننا عندما نقوم بتعطيل هذه الأجزاء من الدماغ هذا يجعل الشخص يمر بتجربة الإسقاط النجمي أو out of body experience فمن يقول لك أن out of body experience هو لأن هناك روح مثلاً أو شيء ما يخرج من الجسد هذا كله غير صحيح ما يحصل أن الجزء الصدقي أو الجبهي الفصل الجبهي في الدماغ هذا يتم تعطيله لفترة لسبب ما قد يكون لمنع الأكسجين مثلاً وهذا يجعله يشعر بذلك أو يتوهم بذلك فيشعرون أنهم ليسوا بداخل أجسام أسادهم بل محلقين في أغلب الأحيان بمكان ما فوق أجسامهم ومجدداً هذا هو مجرد تجسيد لتوقف جزء من الدماغ الذي يشعرك أنك داخل جسدك وغالباً هو الشيء لم تعي بأن دماغك هو الذي يقعل ذلك أن يتم باللاوعي فالدماغ ليس بشيء بليد تحصل به الأشياء بصولة عفوية بل نحن بالواقع نحن نمثل أجسادنا وكل تجربة نعيشها هي بالواقع مشيدة من قبل أدمغة طيب كيف يمكننا التأكد من ذلك؟ الأمر بسيط فنحن باستطاعتنا أن نخدع أدمغتنا بحيث تستطيع أن تشعف بوجودنا في مكان ما خارج الجسد والتجارب على ذلك كثيرة منها التي تستخدم الوسائل البصرية والنمسية لخداع الدماغ لجعلنا نشعر وكأننا بمكان آخر عما نحن به فعلى سبيل البثان يقوم الباحثون بوضع virtual reality goggles يمكن شاهدين هذول اللي عايشين بأمريكا ماذا إذا حتى بالكويت أو بالدول العربية فيه اللي هو مثل نظارات ثلاثية الأبعاد يلبسها الشخص وهي تعطي الواقع الافتراضي للي يلبسها وهذول اللي لبسونهم يعرضون عليهم فيديو لأنفسهم هو فيديو في نفسه بواسطة كاميرا تصورهم بالوقت الحقيقي يعني كل حركة يقومون به هم يرونها جدامهم أي بنفس الوقت الذي هم به موجودين تحت التجربة ثم يتم لمس الصورة بالفيديو الافتراضي بواسطة شخصاً ما بنفس الوقت الذي يتم فيه لمس الشخص نفسه وبنفس الموضع وهذه الخدعة البصرية والنمسية كافية لجعل الشخص أن ينظر لصورته أو الافتار وأن يشعر وكأنه داخل هذا الافتار أي أنه داخل ذاك الجسد الذي يقف عشرة أقدام أمامه هناك أيضاً شيء يسميه علماء تجريح الأعصاب بالـ ownership model أو نموذج التمليك وهو أيضاً شيء لم تعرف أن دماغك يحتاج لعمله وهذه الحاجة تخترع لدينا الشعور الوهمي بأننا نمتلك ونتحكم بالأجزاء المختلفة من أجساد العملية برمتها مبنية على قيام الشبكات في أدمغتنا بمقارنة المعلومات الحسية والتي هي بصرية ولمسية بالإضافة لردود الأفعال العضلية لما ننوي فعله وهي تتم بالعادة هكذا قد يقول المخطط الحركي بدماغنا أنا أريد أن أرفع دراعي للأيسر وعندها سأرى أن دراعي الأيسر ارتفع للآلة وأشعر بدراعي وهو يتحرك في الأبعاد الثلاثية وتنبؤني العضلات بأنها قامت بتنفيذ الأوامر التي قمت للتو بإملائها عليها بأكمل يواج وعندما يتطابق كل المامضة مع بعض فسيقول لي النموذج التمليكي نعم أنا أمتلك التحكم على دراعي الأيسر أو بمعنى آخر سأشعر بالتحكم التام أو أشعر بالتحكم التام بأطرافي لكن ماذا لو كان هناك اضطراب في الشبكة بسبب جلطة دماغية مثلا عند ذلك ستتلخبط كل الحسابات ولا نشعر بأننا نملك أو نتحكم بالأطراف بل نشعر بما يسمى alien hand syndrome أو متلازمة اليد الغريبة حيث يقوم الذراع بالحركة باختياره هو ونفقد تماما السيطرة عليه وهذا الوضع مشابه نوعا ما وبصورة عكسية لوضع من يفقد أحد أطرافه أو ما يسمى phantom limb phenomenon أو ظاهرة الأطراف الوهمية على سبيل المثال هذه الشبكة بالدماغ التي تقول لي بأنني أمثلك وأتحكم بذراعي الأيسر قد يكون يعمل بوظيفته حتى بعد بذراعي الأيسر ولذلك فهو سوف يمدني بالإحساس وكأن لدي طرف حتى لو لم يكن موجودا بالواقع وأحيانا قد يحدث أشياء أكثر غرابة كمثل ما يسمى supernumerary phantom limb أو الأطراف الوهمية الزائدة وهذه متلازمة نادرة ما تحدث وقد تم شرحها بالكثير من المواضيع المتخصصة بالتشريح العصبي وتكون بالعادة نتيجة جلطة بالدماغ قام بتلث محرك التحكم بالذراع فأصبح الذراع مشلولا لكنه لم يعطل شبكة نموذج التمليك بالدماغ وهذا الأخير سيقوم بعمله كالمعتاد حتى مع فقدان التملك للعضو وذلك بخلق عضو افتراضي تستطيع أن تتحكم به أو تقوم بخلق الوهم بوجود ذراع زائدة قد يكون منبثقا من منتصف الجسد مثلا فيقوم برؤية العضو الزائد الذي هو غير موجود بالواقع وسيشعر به وسيتمكن من التحكم به ببصيرته الخاصة وحتى إن شعر بالحكة فيه فسيكون بمقدوره أن يخدشه حتى يتوقف عن الإحساس بالحكة وبالطبع الشيء الوحيد الذي لا يستطيع أن يقوم به هو التلاعب بالواقع الخارجي كرمي كرة مثلا لأن هذا العضو فقط موجود كبناء في الدماغ بل أن هناك حالة واحدة تم تدوينها عن رجل أصيب بالجلطة وصار لديه ستة أطراف وهبية زائدة انبثقت من جسده وهذه الأطراف كلها اختفت طبعا بعد فترة وذلك لأن الدماغ مرن البنية أو بلاستيكي وبإمكانه التكيف مع هذه التغييرات التي تكون بالعادة مؤقتة ذكرت بالفصل أعلى متلازمة اليد الغريبة وأنه إحساس عقسي لما يشعر به من يعاني من العضو الوهمي والذي لا يتطابق به المعلومات الحسية مع النية الحركية وهذه متلازمة مدهشة بالحقيقة فعلى سبيل المثال من يشتك منه قد يشعر أن يده له اختيار خاص به وهناك حالة تم تدوينها عن أمرأة تقوم بنفط محتويات شنطة يدها على الأرض دون أن تعرف لماذا كانت يدها تعمل ذلك ولماذا فقدت هي السيطرة على يدي وكأن اليد لها الوعي الخاص بها وهناك أمثلة تحصل لنا يوميا وأن لم تكن بنفس حدة ووضوح المرأة أعلى حيث تم تصل لدينا تحكمنا الحركة بالأشياء أو ما يسمى بالإديوموتر إفكت أي تأثير الحركة باللاوعي وكما يستدل من اسمه هو تحكم حركي يتم باللاوعي فمثلا تقود أنت سيارتك تجاه لعنوان ما وتجد نفسك بعنوان آخر فتستغرب كيف أتيت إلى هنا قد تكون قد سرحت أو أنه قد تشتت انتباهك لسببا أو لآخر لكن المهم بالأمر أنك قمت بكل الحركات اللازمة للقيادة والتي قد تكون معقدة بدون أن تبذل جهد واعي لعمل ذلك بل كلها حصلت بالجزء اللاوعي من الدماغ الكثير يعرف عن الويجي بورد أو لوحة الويجا ويجا وتبر بتسمونها وهو مثال شاعن آخر حيث يجتمع ثلاثة أو أربع أو خمس أشخاص واضعين أصبعهم على قطعة بلاستيكية صغيرة على شكل قلب تسمى البلانشيت حيث تتحرك على لوحة مكتوب عليها أرقام أو أحرف أو كلمة نعم أو لا في هذه اللعبة التي يقوم المشاركون فيها بسؤال الأرواح بيقوسين سؤال ما فتبدو البلانشيت وكأنها تتحرك يعني وهم حاطين أصابعهم على القطعة البلاستيكية أو الخشب تقوم هذه الحركة لنفسها وتختار تعطيك الإجابات بتجمع الحروف التي تتحرك ناحيتها ولما تحط الحروف ين بعض هذه تكون الإجابة أو يمكن تروح باتجاه نعم أو لا لو كان السؤال مثلاً هل كذا عمل كذا تحتاج إلى سؤال نعم أو لا وقد يقول لك من لعب هذه اللعبة من قبل بأنه بالكاد كان يلمس القطعة ومستحيل أن يكون هو حركة لكن الواقع هو أن كل المشاركين يقومون بالتحرك به بدون وعي وبصورة خفية لأنها مشتركة وقد لا يكونوا مدركين لما يساهموا به من جزء لإصدار الحركة فتبدو كأن البلانشيت يتحرك من نفسه عندك أيضاً الدوزينج ما يسموه بالداوزينج أو استخدام وراح نحط عليه فيديو أيضاً في تحت الفيديو المالنا هذا على أساس اللي يريد أن يراه وداوزينج هو استخدام عصى الاستنباط السحري في هذه العملية يمسك الشخص عصى بشكل L بالإنجليزية يمسك بأحد أطرافها ويسألها أسئلة فيتحرك الطرف الآخر ليبدوا للناظرين وكأن العصى لديه وعي يعني على سبيل المثال إن كان الشخص يبحث عن المياه الجوهية في باطن الأرض فالعصى سوف تتحرك عند مناطق معينة لتدل الباحثين عن وجود المياه تحت طبقات الأرض يقوموا بالحرف بكيف يحصل ذلك الأبحاث بينت ميرانو متكراراً بأن حركة العصى يقوم بها الشخص ذاته لكن بصورة لاواعية يتحكم بها أو مركز التحكم الحركي باللاواعي وأنها أي العصى تعمل فقط تعمل بين قوسين فقط عندما يكون الشخص الذي يستخدمه يعرف متى وأين يجب على العصى أن تتحرك فلو تم تغطية عينه مثلاً ولم يكن باستطاعته التعرف على المكان المطلوب فالعصى ليس باستطاعتها الاستنباط ولن تتحرك يعني على سبيل المثال إذا أردت تجربة ما إذا كانت العصى تعمل أم لا بنفسك فأنت ستقوم بالاختبار على مكان تعرفه مسبقاً أن به ماء لكنك تفعله لاختبار العصى وعندها تصل إلى المكان المطلوب وبدون أن تحركه فسيتحرك وتصاب أنت بالدهشة لأنك متأكد أنك لم تحركه لكن بالواقع تكون أنت المحرف بدون أن تعيذ ذلك ربما أكثر آثار التأثير الحركي باللاوعي شهدناه بما يسمى Facilitated Communication أو التواصل الميسر ففي أواخر عام 1980 أعتقد بعض الباحثين بأنهم توصلوا لطريقة يمكنهم بها أن يتواصلوا مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين كانوا يعانون صعوبة في التواصل والتحدث مع الآخرين سواء كانوا هؤلاء من ذوي التوحد أو بطيئية تعليم أو كان لديهم نوع من الأصابات بالدماغ أو مشاكل تطورية حالة دون تطور الوعي والإدراك لديهم بصورة أثرت على قدراتهم على التواصل الاجتماعي مع الآخرين الفكرة كانت بأنه قد يكون بعض هؤلاء الأطفال أكثر ذكاءً مما يبدون عليه وأن لديهم وظائف معرفية أكثر مما هو ظاهر لنا لكنهم لا يملكون القدرة على التحدث أو تنقصهم آليات الوظائف الحركية للاتصال على سبيل المثال مع لوحة مفاتيح الكمبيوتر وهكذا وعلى هذا الأساس قامت التجارب على توظيف منسق تكون مهمته هو مسك يد الطفل لمساعدته بنقر حرف ما على لوحة المفاتيح بعد أن يقوم الطفل بالإشارة ناحيته للإجابة على بعض الأسئلة مثلاً وكانت النتيجة مذهلة لولا أنه تبين لاحقاً وبعد أن تم عمل البحث بصورة عمياء أي تم تغطية عين المنسق بأن المنسق كان هو الشخص الذي يقوم بكل العملية دون أن يكون قاصداً أو واعياً لذلك وأن العملية برمتها كانت تجسيد لتأثيرات الحركة باللاوعي أدمغتنا تحول كثير من الأعباء اللجان وربما يكون هناك لجان فرعية مختلفة تتفرع من هذه اللجان وتساهم في الوعي الجمعي لها والذي يمثل بالنهاية وعينا بالأمور حولنا ونحن ممكن أن نفطن لهذه اللجان عندما تتغير لدينا درجات الوعي من حالة لأخرى على سبيل المثال عندما نحلم ونحن نائمون فأننا بالواقع نجرب ذاك الجزء من أدمغتنا التي تكون بها بعض اللجان أقل نشاط ومحدودية نشاط هذه اللجان تجعلنا غير قادرين بأشياء كثيرة كممارسة القراءة مثلا بالحلم وذلك لأنه وكما أسلفنا سابقا هذه الأجزاء من أدمغتنا ليست نشطة لكننا نملك الوعي من خلالها وهذا الوعي مختلف عن وعينا ونحن بحالة اليقظة وهذا أيضا جلي لمن يصاب بحالة الحرمان من النوم أو ما يسمى بالسليب ديبروفيشن أو من يتعاطى العقاقير المخدرة وهذه كلها حالات تكون بها واعيا لكن دماغك لا يعمل بنفس الطريقة المعتادة الكحول على سبيل المثال يعيق كل وظائف الدماغ لكن تأثيره يكون أكبر على الفص الجبهي وذلك لأن هذا الجزء يتطلب طاقة كبيرة للعمل فيتأثر بالكحول ربما أكثر من بقية أجزاء الدماغ فتقل قدرتنا على ضبط النفس ونحن تحت تأثير الكحول أي أننا حتى لو كنا بوعينا لكن أدمغتنا تتصرف بطريقة مختلفة التنويم المغناطيسي هو مثال آخر على تبديل حالة الوعي لكن عندما نكون تحت تأثير التنويم المغناطيسي فنحن لا نكون تحت الترانس أو النشوة الذهنية في الواقع هي حالة الوعي المفرط يعني عكس الحالة الترانس لكن هدف التنويم المغناطيسي هو أعطاء المنوم أو الإيحاء له ببعض المعلومات الحسية التي لا يكون هو واعيا لها فهم يكونون تحت رحمة الإيحاء ولا يقومون بمعالجة كل المعلومات الحسية التي يقدمها لهم اللجان بالدماغ وبعض هذه العمليات الحسية يتم معالجتها باللاوعي فنستطيع التأثير على أفكارهم وتصرفاتهم بطريقة لا يكونوا واعيين عليها وفي كثير من إذا إذا تعملون جوجل راح تشوفون التنويم المغناطيسي صار اليوم صار لا يعترفون فيه مثلا في المحاكم الأمريكية أنا اللي عرف لأن ذلك الكثير من الناس صارت لهم يعني اتهامات غير صحيحة خصوصا للأطباء اللي ادعوا أنهم يستطيعون أن يرجعوا الشخص للماضي فيعرف من هو القام بجريمة اغتصاب مثلا أو غيرهم هذه اليوم لا يعترفون به لأنه تبين أن من يقوم بعملية التنويم المغناطيسي هو الذي يوحي هذا حتى لو كان عن طريق الأسئلة التي هو يقوم بتوجيهها تكون يعني أسألة موجهة وأنا شخصيا كانت عندي تجارب عديدة مع مش تنويم مغناطيسي بس ما يسمى بتنويم ذاتي وممكن نتكلم عنه هذا لاحقا وهذا عموما يشبه مرضى الانشطار الدماغي من الذين يختارون الكوكوكولا لكن لا يعرفوا لماذا اتخذوا هذا القرار هناك أجزاء من الدماغ تكون وظيفتها معانجة الأمور المعقدة وينتج عنها شهواتنا ومحفزاتنا وحتى قراراتنا الفص الجبهي مهمته كما أسلفنا إصدار القرارات يعني هو المدير وكذلك تبريغ القرارات التي لا تأخذها لكي تزيل الانحياز التأكيدي الذي يحدث بين أعضاء اللجان لكن ذلك أيضا له حساباتها الخاصة ولا يكون فقط بمنع القرارات التي تصدر من الجهات الأخرى للدماغ هي تعمل قراراتها الخاصة والتي تدخل ضمن الطاق ما نسميه بالوظيفة الإدارية لكن ولدرجات متفاوتة نحن قابلين للتصرف باختيارنا وحسب وظائف الفص الجبهي الذي يمدنا بالمنطق وهناك حالات أخرى نكون فيها محفزين في أن نغلق فيها كل آلياتنا للتفكير النقدي وقد دلت الأبحاث بأنه عندما يتم مواجهة بعض الأشخاص بشخصية كارزمية على سبيل المثال وخصوصا لو كانت هذه الشخصية تحمل هوية مشتركة مع المجموعة أو كما نقول نحن يكون الشخص مننا وفينا عندها يميل الأشخاص بقفل آليات التفكير النقدي لديهم وموافقة الشخص دوء الشخصية الجذابة بصورة مطلقة أو بمعنى آخر هم يتنازلون عن اختياراتهم الشخصية لهذا الشخص ولسبب ما نحن تطورنا بهذه الطريقة وهناك دراسة بالFMRI تمت مؤخرا تستطيع أن ترى ذلك وهو يحدث بالوقت الحقيقي فترى أجزاء كثيرة من الدماغ يتم إعاقتها عندما يواجه الشخص شخصية جذابة وبعملية مشابهة لما هو تحت تأثير التنويم المغناطيسي فعندما يستخدم أحدهم جملة أن الجميع كان وكأنه تم تنويمهم مغناطيسيا بخطاب شخصي نقول مثلا الأيام اللي كان أوباما يخطب فهم يكونون حرفيا صادقين بما يقولون أي أن ذلك ليس فقط تشبيه فالخطيب يعمل على غلق آلياتهم النقلية وجعلهم قابلين للإيحاء بأي فكرة يتفوه بها بنفس الطريقة التي يقوم بها المنون المغناطيسي من كل ما سبق ومما عرفنا من تصرفات الدماغ تبرز أمامنا مسألة في غاية الأهمية وهي ما إذا كنا مسيرين أو مخيرين وهذه مسألة فلسفية في غاية التعقيد وليس المجال المتسع هنا لإعطائها حقها من خلال هذه المحاضرات لكن يوجد من الباحثين ممن يستخدمون هذه المعلومات اللي ذكرناها ليناقشوا فكرة يسمونها حرية الإرادة غير المسببة or non-causal free will وهذه الفكرة أساسا مبنية على أن كل الأعمال التي نقوم بها هي أعمال حتمية أي أنها نتاج عمليات حتمية مسبقة فأدمغتنا فيزيائية وهي عرضة لقوانين الفيزياء كأي شيء آخر بالهالة وهي مجرد ماكينات حتى لو بدت معقدة للغاية وعليه فكل ما نعتقد ونفكر ونعمل هو نتاج هذه العمليات الميكانيكية بالدماغ وليس لسببية إضافية خارجية أو لكون حرية اختيار غير مسفد أحد الأمثلة على أننا قد لا تكون لدينا حرية الإرادة بقدر ما نتمنى نجدها بالأبحاث العديدة التي تبين أن البشر عموما لديهم قابلية ضعيفة في ضبط النفس فنحن سيئون جدا بالقيام وبصورة واعية بتغيير تصرفات مكتسبة أو عادات قديمة واعتمادا على بعض التفاصيل من الأبحار ففي 95% تقريبا من الوقت سيفشل الناس بتغيير تصرفاتهم من خلال الجهود الواعية لوحدها فعلى سبيل المثال أن أردت أن تفقد بعض الكيلوغرامات أو أن تقف عن القيام ببعض التصرفات المشينة أو العادات فهذا يتطلب الكثير من الطاقة الذهنية والحذر نعم يستطيع الفصل الجبهي أن يقبط التصرفات المكتسبة بالتعليم أو التصرفات الغريزية أو العاطفية لكن ذلك يكون خلال عملية تتطلب الكثير من الطاقة ومن الصعب أن تحافظ على مستوى هذه الطاقة طوال الوقت فنقول أننا مثلا ضعفنا أمام المحفزات لكن مع ذلك نحن نقوم باتخاذ القرارات وسواء كنت تعتقد بحرية الإرادة غير المسببة أو درجة كون حرياتنا مقيدة باللاوعي بنسبتها للوعي فبالنهاية نحن قادرين على أن نتخذ القرارات بصورة واعية وفهم سيكولوجيتنا أو نفسيتنا وكيفية عمل أدمغتنا سيساعدنا بالتأكيد على عمل ذلك وربما نستطيع أن نعطي الجزء الأكثر تطورا من أدمغتنا تحكم أكثر على الأجزاء البدائية فالدماغ مرن التكوين والطرق التي تعودنا عليها بالتفكير ممكن أن تتغير وعلى هذا الأساس انقمت بالتمرين ولمدة طويلة من الزمن وبذلت جهود مخططة للمدى البعيد لكي يكون تصرفك بصورة معينة أكثر فائدة لمصلحتك ومصلحة بيئتك بصورة عامة فهذه التصرفات ممكن أن تصبح منحوتة بك وسيصبح أداءها أوتوماتيكي مع الزمن فالتدريب على عادة ضبط النفس أو إدارة التصرفات المتطورة وتغليبها على تلك الصادرة من الأجزاء الأكثر بدائية لدماغك ممكن أن يكون من المهارات المكتسبة بالتعليم ولهذا فنحن نحتاج إلى عمل الاختبار للواقع رسمياً عن طريق التفكير النقدي نحن نحتاج منطق علمي وطريقة علمية للتدقيق الحذر والفعال بين الأنماط المحتملة التي نراها وهذه هي الفكرة الرئيسية للتفكير النقدي ونحن نملك الآليات لعمل ذلك وهذه الآليات سوف يقوم المؤلف بتقديمها بالفصول القادمة والفصل القادم على الفكرة سيكون عن بعض الأخطاء المنطبية إلى هنا وننتهي من الجزء الأول من الدماغك المخادع واللي هو كان ستة فصول وكلها كانت تتكلم عن كيفية عمل الدماغ وسنتجه بالفصول القادمة واللي هو كانت تتكلم عن كيفية عمل الدماغ